تستعد محافظة ذيقار العراقية لاستقبال أكبر رحلة للحج المسيحي لزيارة مسقة رأس النبي إبراهيم وتلاوة الصلاة الإبراهيمية وتضم الرحلة 13 ألف مسيحي وستماهد لرحلات حجيج منتظمة شهرية وقد اتفق على هذه الرحلات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته للفاتيكان مع رئيس مؤسسة السياحة والحج المسيحي هناك حيث تعتبر رحلة الحج المنتظرة إلى ذيقار أكبر رحلة حج المسيحي في التاريخ لمنطقة أوري الأثرية مسقة رأس النبي إبراهيم وفي ظل الظروف التي يمر بها العراق فإن هذه الرحلات لها أهمية كبيرة في إنعاش واقع السياحة في المحافظة التي تضم أكبر مواقع الأثرية في العالم